بايمت بونتين مع هجر الحناشي دكتور مرحبا بك واحدنا في ايفين يعيشك شكرا على استيضاتها عتيك صحة لخليك دكتور احنا وش نحكيه على موضوع مهم ياسر ونفا مش ويحب نعرفش على هششة العظام ما معرفوش الصحيح بالغالط اوش نصالحوه بشوي معلومات احنا اليوم وخليهم يستفيدوا معنا اما قبل ادي زملتنا ياسمين حضرتنا روبوتاج على هششة العظام ناس موبارنر شو مرض هششة العظام وحسب الاحسائيات تمرض بهم را واحدة من كل ثلاثانسة وراجل واحد من كل خمسة رجال تزيد عمارهم على خمسين سنة الوراثة في المرض هذا من عوامل الخطورة الرئيسية اللي تزيد نسبة الاصابة بها ششة العظام ونمط الحياة كذلك نحكي وهنا على النظام الغذائي نوعية الميكلة النشاط البدني وحتى عدم التعرض للشمس يأثر زادة في صحة العظام ونموها مرض هششة العظام يزيد في سهولة الاصابة بكسور العظام ويكون الاحتمال أعلى من المعدل المتوقع وعادة المريض ما يفطن بالهششة إلا في حالة التعرض لكسور في العظام ووقتها الوجيعة هي اللي تفيق المريض بالكسر هششة العظام فيها نوعي هششة العظام الأولية واللي تصير بشكل تلقائي وخمسة وتسعين بالمئة من حالة هششة العظام عند النساء وتقريبا حوالي ثمانين بالمئة عند الرجال من نوع هذا ومعظم الحالات تصير عند النساء اللي عمارهم فوق الخمسين سنة وعند الرجال المسنين النوع الثاني وهي هششة العظام الثانوية وتنجم تصير حتى كيف نستعنه دوين معين يساهم في الإصابة بالمرض النوع الثاني يشكل خمسة بالمئة من حالة هششة العظام عند النساء وحوالي عشرين بالمئة منها عند الرجال التقدم في العمر نقص هورمون لستخوجين أو انخفاض مستوى فيتامين D ولا مدخول الكالسيون وبعض الاضطرابات الأخرى لكلها عوامل تخفض من كميات المكونات اللي تحافظ على كثيفة العظام وقوته هششة العظام تنجم ما تتسببش في ظهور أعراف حتى لين يصير الكسر في العظام وتنجم ما تصير الكسر وحدها وإلا بسبب تسليط قوة بسيطة لها وإلا تحاب بسيطة تصير الوقاية من هششة العظام ومعالجتها كيف نظم الحصول على مدخول كيفيم الكالسيوم وفيتامين D ويكون عندنا نظام غذائي متوازن وصحي ونحافظ على بنية الجسم من خلال تمارين معينة ونتجنب السقوط وإلا تعرض للحوادث بما أن العظام هشأ زميلتنا يسمين أعطتنا فكرة على هششة العظام نحن بش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل ونشوف شو نصيح من الغاز نعود لفكاركم لموضوعنا اليوم هو هششة العظام مرحبا بتليفونيتكم على 31 38000 فاسروا لهم ديجا الدكتور شو معناها هششة العظام؟ هششة العظام هو مرض الشائعة كما قالت زميلة ياسمين وهششة العظام نحن نعطي فكرة على العظام العظام هما نسيش حي معناها العظام دائمة التكون ودائمة النمو فالنمو معناها الدخلين بتاع العظام ديما يجدد ثم خلايا اسمهم أستيوبلاست اللي هما يبنيوا وثم خلايا اسمهم أستيوكلاست اللي هما يهدموا ديما ثم إكليمهم بين اللي يبنيوا يهدم مش يخلي ديما العظام ديما قاعد يجدد وعنده قابلية أنه يستوعب الصدمات والكدمات العظام يتعدى في عدة مراحل المرحلة الأولانية التفولة والأدوليسانس معناها مرحلة الكواصنس مرتاحة مرحلة النمو العظام هذك يتكون وينمو ويكبر وبعد وكيف كيف الكثافة متاع وتمشي وتزيد وبعد مرحلة الكثافة اللي هي عادة تخلي العظام يخشين ويتقوى الدخلين متاعوا على خاطر هو العظام متكون من غلاف خارجي اللي هو العظام الغلافي ومن الداخل متكون من العظام الاسفنجي اللي هو الفورما متاع قشعليه بني بني فيها أعرص وفيها دلت الأعمدة ودلت على قد ما يتقوى بك الأعمدة على قد ما يتقوى بك الأسقفات متاع البنية هذك على قدمك البنية تكون قوية وعندها جدار خارجي اللي هو كما قلت لك اسمه الأعظام الغلافي نوك في مرحلة الكثافة الأعظام يتقوى 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 من الداخل ومن الخارج زادة حتى العمر مبين 20 و 30 سنة ووقتها يوصل لبيك لماكسيموم أكثر معناها الدرجة القصوى متاع الكثافة متاعه ومن بعد يتعدى المرحلة أخرى يبدأ ينقص ينقص بشوية بشوية بمعدل 3% من الكثافة متاعه وتنقص كل 10 سنين بالنسبة تنقص طبيعيين معناه أنت تعمل سبور وإلا لي بروحك وإلا لي في مرحلة النمو فما حاجات مهمين ياسر ننصح بهم الصغار أول حاجة الرياضة مهمة ياسر على خاطر تقوي الكثافة متاع العظام مع لقدم العظم فما تنجيز وجري مع لقدم العظم يتقوي أيضا لي أصح ومعناها وأمتل ثم الأكل مهم ياسر معناها الأكل اللي فيه كالسيوم تنجمش صغير ماكلش ماكلة فيها كالسيوم تخلي العظم بتاعه قوي مهم ياسر للكالسيوم وثم عوامل وراثية مثلا ثم ديزيتني ثم مثلا كي نعمل كثافة متاع العظام دي ما نلقاه من أفريقيا الناس اللي من إفريقيا عندهم كثافة أخير ياسر من الناس الخير من الناس في أوروبا أخير من الناس اللي من جنوب آسيا لأنه أسيا هم أقل الناس عندهم كثافة وهذه كحاجة وراثية عند الناس مثلا فما عوامل في البريود تاع الكواسانس مهم ياسر اللي هي الرياضة واللي هي الأكل معناها عند الصغار الصغار اللي زين قاعدين شادين بورتاب وشادين كثيرا يحسنون في الكثافة العظام ومن ثم يكبرون ينضمون يصل إلى 20-30 سنة ومن ثم ينقص بشوية بشوية حتى انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة وقتها ينقص بصيفة كبيرة ياسر ما الذي يكون 3% تنقص كل عشرة سنة يولي ما بين 3-5% كل عام في العشرة السنوات التي تلي انقطاع الدورة الشهرية ومن ثم يصل حتى إلى 10% بعد انقطاع الدورة الشهرية عند الراجل يقعد ينقص 3% المهم الحصيلة ما بين 20-80 سنة إنساء في المعادل ينقصوا 40% من الكثافة ورجال ينقصوا حوالي 25.000 من الكثافة أسكو فما أنواع متاع هاشاشة عظام وإلا الناس كلهم كيف كيف لا فما أنواع متاع هاشاشة عظام أكثر هاشاشة عظام الأولية هاشاشة عظام الأولية اللي هي هاشاشة عظام تصير عند الراجل عند 8% من الرجل و95% من نساء الهاشاشة عظام هذية تجي عند المرأة خاصة بعد سن انقطاع الدورة الشهرية ثم عوام تخلي فما هاشاشة عظام هذية أهمها نقص الرياضة التدخين شرب المفرط للكحول كافيين مثلاً واحدة كثرة يسم القاوي نقص من الأبسوربشيوم نقص الوزن الضعف كبير يسر يخلي الإنسان معرض أكثر هاشاشة العظام فما الانديس دوماسكو فوريل يبدأ أقل من 19 إنسان معرض أكثر هاشاشة العظام نقص الرياضة قلناها معناها سيدون تغيتي هذو ما أكثر عوامل تخلي المرأة متعرض الهشاشة العظام خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية والنقص في الاستروجين اللي هو هرمون مهم يسر بش بش العظام يقعد كثيف ومتكون وفما هشاشة العظام الثانوية معناها ماهاش نقص الاستروجين ماهوش العمر ولكن عوامل أخرى أمراض أخرى ثم عدة أمراض نجم تتسبب فيها شاشة العظام أولها أمراض التهابات المزمنة من المفاصل المرض في حال ذاته يتسبب فيها شاشة العظام حتى كان يكون معناها الكثيفة قوية في 20-30 سنة ثم أمراض السرطان ثم سرطان النخاع العظمي ثم عدة أدوية نجم تتسبب فيها شاشة العظام كما فما أنواع شيميو تيرابي ثم الكورتيكويد الكورتيزون يأخذوه بطريقة كبيرة معناها دوزة كبيرة مدة طويلة ينجم تتسبب فيها شاشة العظام ثم أمراض تتسبب في الزيادة الكورتيزون مالذي كوشينك ثم الغداء جارة دراقية يأتي معدل كبير ثم الغداء الدراقية ثم الغداء الدراقية تتسبب فيها شاشة العظام ثم الغداء تتسبب فيها شاشة العظام ثم أمراض ثم أدوية كما الانيبتاء والذي يأخذوه فيها الناس ساعة أكثر من لازم يقولك عندي جير عندي مأتي تحرق عندي عصاب في المعدة يبدأ يخوف دواية ذاكة دواية ذاكة ينقص من امتصاص الكالسيوم في الجسم وينجم بشوي بشوي ثم السكري خاصة عن الديابيت تتسبب فيها شاشة العظام هذه الأمراض وقت تسمى شاشة العظام ثانوية لا يوجد علاقة بالمينوبوز أو بالعمر نحن نجم في قواتنا عن شاشة العظام أو بالتحليل كما نعرف عن شاشة العظام شاشة العظام يسميها المرض الصامت كانت إبيديمي سيلنسيوز برشة مرات في العيادة يقولون أنا نحس في عظم هشهش أنا عندي عظمي مدقدك ما تكون عندي كان هشاشة العظام سأسعده عندما يدخل الوصولتاشون يقول لي أول حاجة أنا مهشهش عظمي مهشهش لا، هشاشة العظام لا تعطيش وجاع بالكل الكلمة تفجع هي صحيح عظمي مهشهش معناها حاجة تخوف ولكنها لا تعطيش وجاع بالكل هو مرض الصامت هشاشة العظام تنجم تفيق بها عادة أوجاع قوية كسر أكبر منفستاتيون هشاشة العظام هي الكسور الدرجة الأولى الفقرات ودرجة الثانية والدرجة الثالثة المعصب هذوما أكثر كسور نجمي يجيوه بالنسبة للفقرات الكسور راهي ليس كما العظم الطويل الفقرات تطبق عبارة على كما عندك أنت من عرش وقيدة تتغفزك الوقيدة هذيك تطبق على قدم يكون فارغة من الداخل على قدم التطبيق تكون قوية لذلك تطبيق هذه متع الفقرات خمسين فلمية مفتنش بها المرضرة نحن نجي واحد عنده جاعة في ظهره نجي نعمل غاديوه نقع عنده زوزو ثلاثة فقرات هم تطبقين نسألوه نقوله تضربت قولي لا خاصية من الخاصيات هالكسور هذو ما بتاع الشاش العظام اللي هما يجيوه ما معناها؟ ما معناها واحد يبدأ يمشي يتيح يتكسر يعني حتى كيني تيح تيح عادية مش كبيرة معناه؟ صحيح معناك يتشوف انت مثلا ملاعب يمتاكور يتيح ويتكربس وتاكل وواحد وما يصير له حتى شيء وإنسان آخر كيف يتيح يتكسر معناه لوليني عنده العظام بتاعه كثيف وقوي والثاني العظام بتاعه هش أكثر من لازم يخليه أنه كيف يتيح يصير له كسر يا إما في المعصم يا إما في الورك يا إما في الفقرات ساعة ساعة يتركز ساعة ساعة دودان يتركز ساعة دودان الفقرات يتفتسوا هذو كم ساعة ساعة معناها حاجة معناها المريض ميردوش بي قولت الله ما عمل شيء وما هزيتش ولا هز حاجة رزينة هذي بالنسبة للفقرات ساعة ساعة عطسة قوية ياسر اللي كوت ينجموا يتكسروا ثلاثة ولا زوز ثاني حاجة في العمر فما عادة قبل سبعين سنائية قبل خمسة وستين سنائية الإنسان كيف يتيح ديما يعرض بيدو وقتها في العمر هذيك أكثر كسور جي في المعصم في اليد من بعد خمسة وستين سنائية الريفليكس ينقص ما عندوش الفيسعة أنه يعرض بيدو ما 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 يتغدر بك التاحة هذيك يتيح مباشرة على على المخروقة متاعه ووقت تتيل الكسر متاعه المخروقة واللي ينجرين نشوفه برش عبد العبيد الكبار عبد العبيد الكبار على الخطر تقول انتي شبي ما عرضتش بيدو خطر ملقاش الوقت الريفليكس أنه يعرض بيدو الكسر متاع المخروقة هو أخطر كسر في الكسور هذوم الكل على خطر العملية متاعه معناها أسعب من عمليات الاخرين وبعد المريض متعرض أنه يعمل عيلاج طبيعي وبشيقعة برشا في الفرش وقته يعرضه خاصة مع العمر مع أمراض أخرى تكون موجودة في العمر متاعه وهو أنه يصير التعكورات دي ما يجبنا نرده بيننا منها الكسر هذي الكسر هذي برشا مرات يجي المريض وكسر هذي يجي المريض يجي المريض إذا كان يجي المريض أكثر من 3 سم يجي المريض ولكن يجي المريض ونقص مباشرة مربعة الشكل يجي المريض في تفكير الناس فوق بعضهم. تولي ثم حذبة. يولي محدوب طائح القديل ونقص في الطول. يحسن في روح يمشي منه تعاوش. الأوجاع كيفما كسر. الأوجاع كيفما حذبة. الأوجاع صفة عامة. لا توجد فيها الشاشة العظام. لا توجد فيها الشاشة العظام. لدينا ويقل لك موجوع تريد. كما خشونة العظام كما أمراض متاع الغضروف معناها أكثر حاجة نفرك سوالية كيدا المريض موجوع في العيادة ماذا يحدث في التشخيص؟ يقول لك شكينا فيها شاشة العظام معناها عنده كسر عنده تحديبة عنده عوامل تخليه نجم يتعرضها شاشة العظام كما منو بوس بريكوس معناها عنده قطعة دورة قبل الوقت قبل الوقت قبل الاربعين سنة اللي هي من العوامل التي تسببها شاشة العظام عند المرأة وقتها نطلبه تصوير اسمها اللي هي تصويره تقيس الكثافة متاع الغضروف تقيسهم جرام في كل سنتيمتر مربع كما الميزان تقيسها كالكثافة هي تصويرها ما فيهاش أشعة كوية خفيفة ياسر الأشعة متاحة مفيهاش حتى مظار نعملوها الوقت اللي الوقت اللي الانديكاسيون تسبوز عن الناس اللي عندهم معرضين أكثر اكثر اجتعظام وفوق الخمسة وستين سنة عندهم أمراض مزمنة عندهم أمراض خليتهم خذاء الكورتيكويل عندهم أمراض خليتهم شيميو تيرابي عندهم القطاع دورة شهرية مبكر عندهم عوامل خليتهم عندهم مثلا في الفاميليا متاحهم تكون عندهم هشاشة عظام عندهم في الفاميليا متاحهم عمل كسر الفابلينيرجي معناها متعدي تحكي مشتاح من سلوم ولا تعمل بأكسيدان لا هذا كسر آخر ولي معنا تخوماتيك نعملو تصوير هذه تصوير هذه تصوير هذه تقسلنا الكثافة العظام وتقارن مقارنة في نفس الجنس ونفس الاتنية معناها مقارنة مثلا في تونس مقارنة بالمرأة التونسية في عمرها اللي عمرها ما بين عشرين وثلاثين سنة كي يبدأ نقص كبير ياسر عندنا نتقيسه بالدفياسون ستاندار فما التسكور يبدأ أقل من 2.5 مقارنة بالمرأة هذيك اللي عمرها ما بين عشرين وثلاثين سنة في نفس الجنس وفي نفس البلاد نحن نتحدث عن هشاشة العظام نعم 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 فالتصوير الكحلة يقول هنا في قوى عندي هشاشة عيضام هي كتصوير الكحلة فيها درين أشعة على قدمة قوى في القوى على قدمة العظام يظهر شفاف فالشفافية العظام يكتبون عظام شفاف هذا لا يمكن أن تقول لثم هشاشة عيضام هذا يجب أن يكون صحيح ثم هشاشة عيضام يجعل العظام شفاف ولكن يجب أن يكون فالتصوير الكحلة كانت تقوية قليلا ويجعل العظام يظهر شفاف وعمره لم يكن هذا يجب أن يسمح أن يقول لثم هشاشة عيضام موجودة أو لا موجودة فالتصوير الكحلة في العالم مجمع الذي ينقيس بها كثافة العظام هي وهي اللي تخلينا نقول ثم أو لا موجودة هتك صحة دكتور غالي خليك نحن ما زلنا مكاملين مبعضنا من تاوح تكش للأربعة عدد عشرين هشاشة عيضام راحبي بتليفوناتكم مع الواحدة وثلاثين ثلاثة مئة وثمانين نجد دونك وعملنا التشخيص دكتور دونك وش نعفو طريقة العلاج الممكنة للمرض متاعنا هذية فش تتمثل طريقة العلاج العلاج فيها عدة محاور أهم حاجة في هشاشة العيضام هي الوقاية نحن يزل ما نستبقوها هشاشة العيضام كيفاش الوقاية من هشاشة معناها قولوا اللي بطل دخان اللي ينقص من شربة اللي ينقص من معناها من الأدوية اللي قاعد يخذ فيها ما غير داعي الماكلة يزمها تكون فيها بروتينات مش تقوي العضلات الكالسيو معناها تكون ماكلة متوازنة نعملوا بالنسبة للعباد اللي يحبوا يعملوا الرياضة نصحوهم ياسر بالرياضة اللي تقوي كثافة العيضام في الرياضة ثم حاشة ثم رياضة تقوي كثافة العيضام اللي هي تتعمل حاملة للوزن ما معناها؟ معناها ماشي مجاري تنجيز هذيك الرياضة تحمل الوزن وتخلي العظام قد ما يبدأ فما عليه دهك وعلى قد ما فما تنجيز على قد ما الكثافة وتتقوي ثم نوع آخر من الرياضة اللي هو قوي العضلات ويحسن الكليب مهم ياسر باش إنسان يتفادى السقوط كما قلنا كما قلنا شاشة العظام الخطورة متاحها راهي هي واحد يسلوا كسر مهم مهم الكسور هي أكثر حاجة نخاف منها لذلك ننصح العبيد يعملوا رياضة فيها تقوي العضلات مثلا السباحة سباحة لا تقوي الكثافة بالكل ولكن تقوي العضلات ويحسن الكليبها باهي مسكولاتي تقوي ثم ساعة ساعة ثم ناس يعملوا رياضة أقوى من الليزم وأكثر من الليزم كما بروفيسيونال معناها هذيك تنقص من نسبة الاستروجين وتخلي العظام تصيروا شوية هشيشة زادرهم مهم ديما ثم التوازن في الحكاية هذي في إطار الوقاية الوقاية من الكسور مهم الوقاية من الكسور بعد شوية أخر نعودوا فكاكنني موضوعنا اليوم هو هشيشة العظام وثمت أرهبا وحدنا الدكتور مهدي غنوشي تطبي مختص في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم ما راحبي بتاليفونيتكم على 31 تلывают ثم وتثمانين ألف ثم متعتم من ن كنا نحكيا من بك الدكتور على العلاج والبقاية وقنا زم النجز مالنقير وحنا قبلgia منخهمهم في العلاج بحكي نابل زمان شوية على الرياضات اللي تنجم تحسنن من الكلية امتاع العظام امتاعنا ولا عضلات وكونا نحكيك كيفاش نرمو نقي وروحنا من الكسور كيفاش نجم تصير الوقاية هذي الوقاية متاع الكسور اول حاجة الرياضة تخلي الانسان معناها ديما عنده قوة عضلية تخليه يقوى معناها ينجم يخاف يستحمل الشوك ويستحمل ومتيحش خاصة تفادي السقوط هو الكسور شنو بالنسبة للنسئة الكبار اهم حاجة ديما تماما دار ضاوية في النهار وضاوية شوية في الليل ليس فشي تقوم ويستريح في الليل بادع أفرق mes صغيرة تخلي الزو يشعل مرش هميرات يبدأ يقول كمستان سبدالي ونعرف كالبلاسة مرش هميرات يسيرولنا ويغلط في فلاسة ولا يبدأ يرجع الفرش ويغلط في فرش ويقعد في القاع هذيك نحاول ديما فما الدعو خافت وكي ننسي يقوم يمشي يبقى الزو كل ما هو أرض تزلق كل ما ماشي في الماء ديما هذك الحال ولا حاجة في وسط السنة بشي ما يدعثر بشي ما يدعثر اللي ناقص نظر لازمنا راهو يلبس مرياته مش يقولك ليلة باس نعرف داري ليلة تلبس مرياتك اللي عنده مشكلة في التوازن يتحاون بعوكيس مشي ما يتيحش اللي عنده مرض مزمن مثلا كيمة الباركينسون كيمة أمراض مثلا بتاع أخت خوز في الكي عنده صعوبة في المشي ولا عنده رعشة في المشي ولا عدم توازن مهم ياسر يأخذ ويتو ما يحقرهيش الحكاية على خطرها للكتنجم تسبب له في سقوط والسقوط نجم تكون عنده فيها عواقب وخيمة معناها ديما ما نحقروش الحكاية هذي السلوان مزموش كبير كما ندعطوش في السبات واللي بش نلبسوه في سقينا ما يجو كل مسا علينا على خطر نجم يزلقنا ما نمشي يشي بلايس فيهم محفر ما نمشي يشي بلايس معناها أكسيدنتي في الشارع في الخطوعة مهم ياسر أنه إنسان يصلح كل ما يجم يصلحه بش يتفادى السقوط والتياح اللي هو نجم تسبب له في القصوط دونك هذا فيما يخص الوقاية من القصوط العلاج العلاج متعهيشاش لأيضاء أول حاجة اللي عنده نقص فيتامين دي لازم يتصلح فتر مهم ياسر قبل ما نبدو في الدواء متعهيشاش لأيضاء اللي لازمو ياخو لازمو ياخو لازمو كوريكت مثلا في العمر عند الكهول لازم ما بين ألف و ألف ومئتين ميلي جرام من الكالسيوم كل يوم وما بين أربعمائة وثمانين مئتين يونيت تي انترنسيونال متع فيتامين دي كل يوم لنقص فيتامين دي نصلحه له نعطيه دوس داتاك متع تصلح ومبعد دوس دونتخوتين مشتو قديمة الفيتامين د متعهيش بالنسبة للكالسيوم الميكلف نلقاهوه في الميكلف مثلا كاس حليب كبير في مئتين ميلي ليلتر حوالي ثلاثمائة ميلي جرام ياغورتة حوالي ثلاثمائة ميلي جرام معناها يزمنا ألف ومئتين ومشتقاته حليب ومشتقاته حتى في الخضار فما حاجة تلقاه مثلا الأحباقة نجم تلقى فيه بالكديز هذا كالسيوم مكسرات فيها الكالسيوم المياه فيه كالسيوم معنا عزمنا ألف ومئتين متع سابيل متع سابيل أقل أقل كالسيوم دونك الكالسيوم إذا كان ما نخطوه لألف ومئتين ميلي جرام نعاوض بحرابش حرابش أو ما حرابش دوزية 500 ميلي جرام نجم نعاون بها هذا يخص الكالسيوم وفيتامين د وبعد نتعدى كما قلنا البطل الدخان والحكاية في الوقاية وبعد نتعدى للدواء الدواء فما ليسفوسفونات اللي هم أكثر حوض نقيدوهم بالنسبة للهجاش العيضاء في تونس موجودين معناها فسوفومت كامبخيمة حربوش مرة في الجمعة نأخذوها مرة في الجمعة كاسماء على الخوة كاسماء ماذا بيكو نتعسبيلها ونقعدوا بعد ما نأخذوها مهم ياسر نقعدوا نص ساعة ما نتبسوش القدام على خاطر الحربوشة هذية نجم تكون مضرة بالبلعوم بالوزوفاش ما نتبسوش القدام وما ننقضوش على ظهرنا ما نترجعش للبلعوم وضعية عمودية لكي يقولك قعدت تواقف ولا قعدت نمشي ولا لا موش عقابرة وضعية عمودية اللي تحب اللي يصلي واللي يحب يتكا المهم يقعد باش نتأكدو انها هبطت للمعدة ونأخذوها بكاسماء كبير وغاديك تصير لبسوح بشان متاحة نك نص ساعة مناكلوا حد شيء خلت لبسوح بشان متاحة ضئيفة ياسر اي حاجة جي معها ماكلة ضعف الامتصاص متاحة في المعدة نك نص ساعة مناكلوا شيء ما نتبسوش القدام وننقضوش على ظهرنا ونأخذوها بكاسماء كبير ونأخذوها بكاسماء كبير كل شيء تحفل الماء كاسماء كبير ماذا به ماء تعسل بلا خاطر ونأخذوها بكاسماء كالسيوم نأخذوها مرة في الجمعة مبدئيا نأخذوها مدة خمسة سنوات ثم بعد اوكا بركا اذا كان في الخمسة سنوات صارت ودفكتور ايضام باقي متواصلة كعملنا التصوير وقتها نبدل الموليكول ولا نساعة سنوات وحتى العشرة سنوات ثم زادة زريرق نعملوهم مرة في العام عندهم زادة ديزنديكاسيون بتاعهم مش عند الناس الكل ولكن ما بدأ ايه نبدأ ديما بالحراب متاع شاشة العيضام وبعد هذائي الدواني نأخذوه باش نحافظو على الكثافة متاع العيضام نراه دواء ما نقص لوجاة ساعة ساعة يقول لك ما نقص ليش الوجاعة مهاش جاي من شاشة عيضام جاي من حاجة اخرى وقتا نبحتو عليها ونداويوها وبعد ثم العلاج متاع الكثور الكثور تنجم الكثور الورك ولا كثور المعصم مجانا اغلما اكثر حاجة علاج جراحي ولا بلاتخ في المعصم والكثور متاع العمود للفقرات ساعة ساعة وجيعة قوية برشة عادة لغوبو مهم ياسر ديما المريض يرقد على ظهر وبعد الكسر واذا كان وناخدوا دواء ونفادوا وطرموا في الليبين باش ما نصيرش تجلت في الدام متاع الرجلين واذا كان فما زادا حاجة نعملوها قليل ياسر وغالية برشة هي خاطرها نعملو الانجكشون دو سيمان نوع من سيمان الطبي نزرقوه في الظهر في الفقرة اللي اللي التبقت باش نعودو نعملوها كونسوليداسيون ونخليوها ماشو ترجع الحجم الطبيعي ولكن نعبيوها باش تولي متوجعش على خاطر بعض الكسر متاع الفقرات الأعظم يولي كيلبتا مودلئ في الفترة اللي 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 كل ما المريض يقف ولا يتحرك ولا يعتص ولا يكوحك الفقرة تزيد ترخ لانك احنا بشتفاداوا الوجيعة والرخم تاع الفقرة والوجيعة القوية النجم تزرقوه الزمان هدايا ولكن فما ساعة ساعة تصير شوية مضاعفات اللي هي الفقرة هديك وليتكاسحة وقوية برشة والفقرة اللي فوقها مزلت هشة الفقرة اللي فوقها تنجم زيد تعاوده ترخ على خاطر هذا معروف يسر إن إنسان يعمل كسر عنده علاقة بشاشة العظام عنده شانس ريسك أكبر من غيره أنه يعمل كسور أخرى معناها سعي تتتالى الكسور عند الناس اللي عندهم هشة العظام هذي كحاجة لك عليش بعد كسره لاني يزن ندخل ويزن نعطيه الدواء ونعالجه في أحسن الظروف ياتيك صحة دكتور غلاي خليك على توضيحات اللي قدمتهم ندخل نعود نفكركم لموضوعنا اليوم وهو هششة العظام وحاضر بحثنا دكتور مهدي غنوشي طبي مختص في أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم الروماتيزم مرحبا بتليفونيتكم على 31 380 ألف هجر الحنيشي تستنى في مكالمتكم 31 380 ألف إيافام أحلى غاديو نبدأ مع أول تليفون معنا سي شوكري مرحبا بيك سي شوكري مرحبا بيك ونشكرك على الموضوع هذا يمكن أن نخطي مصور شخص في الشعب التونس عندي الوالد ديجا هي أجي شوية كتربان وفتربان سانت تريد فضلها هي عندها كم البرد في حاس ما عزيتها لم تليف قال عندك برد في نفسك وفي عظامك الكل فقالت عندك هششة العظام والعظام تيحك أولا جيد برشا برطاني هي قاعد تيخو في دوائف ووحد فما ديما عندها نوجيا عفامتني بيت موضوعه برشا فقالت وقتشت له هي وقت لي ما تحركش ما نتقدر مكان ان دمي جورنيه ولا ان جورنيه ما تقومش برشها دونك اول قومة واول واحد تحس برشا وجاي عفامتني دونك حبيت مثلا فماشي حل بماشي نجاوبوا دكتور مالكوشين حطوا الامور في ايطان البرد كلنا ليش موجودة في العالم مجمع موجودة كان عنا يهرلي ولكن نقصد بها تخيب خباب المو لاختخوز هي تخشونة العظام وتأكل القروش في المفاصل 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 دير بحاجة كل بلاستيك كل غلاف البلاستيك يخليه نجم يتحرك ومسر مغيم يصير فيه احتكاك هاك اللي نسميه احنا برد هو تآكل هاك الغذروف متاع المفاصل وصحيح تآكل غذروف وصلنا حتى مرة عمل انها زريقة صلا عنا فاهمية تلمون منفوخها رفتك عديدة وفما ما يا اخي تعمل زريقة ديك ما يجبش من عمال الشي زكري تبيب بدي ما يحب يحط الامور العلمية في ايطانة خطر احنا نقول البرد وديك المتعارف عنا ماني عند العبيد الكل فم ما هي فعلمين هماش حاجة اسمها برد كو يحاول كي تصير حاجة ما يصلحها فمتما اللي قالوا لك تبيبك هو معنى كيف كي تروح نحطه في الامور في ايطانة اولا احتيكاك في المفصل احتيكاك في المفصل تكون التهاب الالتهاب تكون ماء الدكتور حب ينحيك الماء هذك ويزرق لها دواء ملقاش ماء معنى يبكونش شيح الماء بالدواء ولا حاجة هاك المهم كي يبدأ مفصل فيه الشيح هذك نأخذ حرابش متع وجاع متع التهاب اذا كان التشخيص هذا هو صحيح متع الاختخوز صحيح الاختخوز تسبب في التعبس على خاطر المفصل يقعد باشا متحرك من بعد كنجوب باش نحركه يقعه عاكش شوية متعبس مهم يسن نعملو زداء علاج طبيعي باش نخليو نحافظه على القوة العضلية ونحافظه على مرونة المفصل خاطر مغير علاج طبيعي العضلات تترخف وبعد انسان باش يتحرك يتحرك اذا كان عضلتي تترخف والمفصل متعبس وشمتاع الشيح ثم صعوبة في التحرك والميزان يزيد والمريض صعب يسر هذا فيما يخص خشونة العظام فيما يخص هشاش العظام لا توجعش كما قلنا قبل ستتعمل التشخيص ليس بالكلام والعين تتعمل تصويره خاصه اسمه استيودانسيتومتري تصويره نحافظه 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 هشاشه نحافظه 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 كالسيوم وفيتامين دي تصويره نحافظه 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 شكرا 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 مرحبا بك مدام حبيبة مرحبا بك مدام حبيبة مرحبا بك عايش بالله عندي زند اسألة امان سؤال في منخص البرنامج سؤال اخر لدي ولايد خشاك مكسوره من يده وعمله جبس وعمله جبس انا المشكلة محبش يكله حتى شي وعنطا ينضع الجبس كيفي باش تجبر اليد ولا لازم معه معنا تماكلة قوية ولازم معها تمام وعملها انا نبدأه بصغير وفيس عفيس عنيك تسأل السؤال هو اللي 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 عمل جبس في يده وميحبش يكل الماكلة وعنطا هو في العمر متاعك سوى عمل جبس ولا صار له كسر وعمل ما صارش مهمة هي يصل الماكلة وخاصة الماكلة فيها بروتينات باش تخليلوا فما عضلات قويين وماكلة فيها كالسيوم باش تقويله في الكثافة وفي النمو وفي التكوين متاع العظام متاعه خاطر التكوين متاع العظام في المرحلة هذية متاع الصغر ومتاع النمو الاكل اذا كان محب الشيك مش بتأثر على الكسر لها الحكاية هذية خاطر الكسر توفهمة انزجة وخلايا قاعدة تخدم على روحها مش تلحم المفاصل واحنا نعمل جبس باش نفصل لك الكسر ما يتحركش ونخليه الخلايا هذي كتخدم على روحها مش يلحم المفاصل يبقى معناها معناها اكو اختها متوى في الوقت الحالي الاكل مش مهم للكسر بختي كل يغماء ولكن على المدار الطويل الاكل متاعه مهم ياسر وحاول وعيه وقلوا يعمل رياضا بعد ان شاء الله ربي يشفيه ويلحم الكسر وقلوا يأكل ماكلة صحية وماكلة فيها برشة كالسيوم وفيها برشة بروتينات ونقص مالحلو بشكاية كديمة يلقى ثم عنده كثافة تسمح له انه من بعد كما حكينا تنقص 25% يلقى روحه موصش لمرحلة لهشاشة سؤالك ثاني مدام حبيبة السؤال الثاني انا عندي العطروس في عقبتي وفي بي شي تعملت تحاليل وعملت التصاور وعملت تحقيق وعطاتني دواء بما اني انا معنات عندي خلشات عشرة دواء كترين قطار دواء تعالي المفاصل نشرب فيهم اما خوفتني تبيبة معناتها ما وصلتش بي الدواء جمعة بركة نحاط علي الوجيهة بطسيط هاو ترجع لي معناتها طوى ترجع لي الوجيهة اما الدواء مانيش موضع لي معنات يا ترى ما انت كل وين نبدأ موجوعة انا ناخده الدواء كل اربع هوا مدويات همتني بي نجاوبوه دكتور اوه الدواء بصفة عامة اذا كان قيده تبيب راه ويعرفش يعمل معناها وعمل التشخيص عمل التصاور في حصل المريض معناها الحكاية راهية طويلة بش نوصل ان شخص ومرض معناها وعارفش عندك الدواء اخرين لت خوفتني تبيبه دكتلي مدامرة ومعناتها مينزمك تستمر فيه معناتها بمدة طويلة بما انا عندي القلب والسكر والدم ومعنات عندي عشرة دواء تشرفين لا تفعل اي هي مشيرا حذرتك اي خوفتني دكتلي راه ودواء هيدا معناتها راه وقوي برشة ماذا بينا معناتها من منبطوش بيه على تو يعطيك الصحة تعرفش عليش على الخاتر احنا اكثر حاجة قاعدة مخترة وقاعدة سبنا فيه مخاطر ومضار ومشاكل هي لوتو ميديكاشون المريض شاف الدواء عجبه ويولي ياخذه هو بكل ما يتقلق ويعطيه الجيرين والاصحاب ويفرقه ويولي ما نعرفوش المضاعفات متاعه ويطبيبه شافة الدواء يتمتاعك عطاتك الدواء لمدة معينة مش تعالجك به ولكن حذرتك انك مش تستنس به ويعجبك الدواء وكل ما تتقلق ولكن انا متأكد اللي هي نصحاتك نصائح كانك انت زايدة في الميزان راي قتلك نقص قتلك عم شوية رياضة قتلك الاكل متاعك كيفش بتحسنه معنا احنا ماذا بينا المريض يكون واعي الازمة نعالجوها بالدواء ولكن عن المدى الطويل الانسان يكون واعي ويعمل حاجات ما تضرلوش المفاصل متاعه وما تضرلوش صحته وتنفو ومفلوس نعرفوه دكتور ساعات كي تجي الحالة فما دواء يتنجمون وناخذوهم في الحالة دي كوقت اللي جيت ان شاء الله بلو دفع ليك مدام حبيبة معنا سيمون تسار مرحبا بيك سيمون تسار السلام عليكم عليكم السلام سيدي مرحبا بيك تفضل عايشك مرسي موكو ومتي اه اميسيون وكيارة برشا والله برك الله وفيك عايشك عندي دوكيش تيارة دكتور بلعباتك تفضل ان شاء الله بناخوش برشا من محبك دكتور عايشك نحب جست اه طعم المسرية على اخوك تحطني عشوة من ساح بس كهذا نمشي نعدي عني عن تب اختصاص في هشاشة العيبة وبيع سبسكياليكي واحدة اخر انا جيني غالما خدلتي اه عالبولان يعني شوفر عرفت اكي اه تبدا ساعات تلوش في بوزيسيون بش ترتاح فيها للسلسون تظهر يوجعك وتلقاشك البوزيسيون الصحيحة مالك غيء اني منتحركش برشا يعني نعدي حتى عشرة سوية عالبولان ومال مالش ليها هدي هدي سؤيله سؤيل ثاني اه اه ربي باركلك وكل شي اما تشحبك مثلا انا تتمو مشروبات غازية معاينة يقولوا تعمل هشاش العيبة عم عم مهم وبيع سيكون تاعي ربي باركلكم وانسيحة بربي 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 رايوا الطب بتاو تقدم في تونس عالاخر عشبتاوكم من حتى البرج بتتشيشوا الدوائي العربية راي ربي يلي يسمع فيه كل لو تتم بتقدم عالاخر يعني شو موتبيت اللي بريدي شو موتبيت ومير شو بفو خدا بي فاضلك انت يا منتصر هاي فاضل بيدي اول حاجة بالنسبة السنسول الظهر اللوجاة اللي عندك هذية نشوفوها عند الناس اللي يسوقوا الكرهبة مدة طويلة ياسر اول حاجة سوقوا عن الكرهبة الوضعية تجلوس مدة طويلة راي مش منصوح بها للناس الكل كل سواء تسوق في الكرهبة حتى قاعدة الكرسي ماذا بيه واحد ديمة نص ساعة 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 ربعة يقوم يتحرك يتكسل شوي يحرك عظامه وبعد يرجع للكرسي متاعه ثاني حاجة الكرهبة اكثر اختر على خاطر تتعدى الانسان مرحلة تشنوجات عضلية بستريس بالنرفيز وبالوحتي يقص عليك ثاني حاجة لسوكوس لحفر لدودان هذوكم الكلهم يخليوا ثم السلسول الظهر يصيره كدماته صدماته نجمه يحيره لجاعة فيه بالنسبة للوقاية ماذا بيك رياضة ديمة عضلات البطن وعضلات الظهر يكونوا قويين العضلات المركزية تكون قوية ماذا بينا نقصه في الميزان ماذا بينا نرده بين مجاري في البلايس اللي فيهم لسوكوس اللي عملوهم بالسياسة بشوية ماذا بيك تشوف طبيب اقصائف امراض المفاصل والعظام خاطر هذك الاختصاص متاحهم ثاني حاجة بالنسبة المشروبات الغازية اللي يبقى فيها الكافيين فيها الكافيين الكافيين كما في القهوة كما في التاي ساعة ساعة المشروبات الغازية هذك ينقص من الابسوربسيون بتاع الكالسيون نكثروش منهم ولا بعضهم على الميكلة ولا لا نكثروش منهم خاطرهم ينقصوا من الامتصاص الكالسيوم نحنا بطبيعاتنا مانش ناخدو فيه قد الامكان اللي ياخو كاسحلي بالصباح وياخو كعبة ياغورت ولا شوية جبن معناها ميوصلش حتى لخمسمائة ميلي جرام في النهار نحنا مطلوب منها الفه الى الف ومئتين ميلي جرام في النهار بيه اه جست سؤال بحت اخر على الفيتامين دي دكتور جنرالما كتاع عرفتو مالكورونا تتغرموا بالليزامبول 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 يخفهم واحدهم وفيه ايتار ضدها شاشة العظام يخفوا بالليزامبول اذوكم واحد امريب بيه ولا ليه؟ الفيتامين دي حاجة ياسر ياسر هيلة ومنصوح بها للصغار ولا الكبار تتمت تتمكنها من امتصاص الكالسيوم واحد ناقص عنده نقص كبير في الفيتامين دي راهو الكالسيوم يتعدى مرور الكراء ما يصير امتصاصه في الامعاء وفي المعدة مهم ياسر ان يكون عنا اكليب في الفيتامين دي فيتامين دي نجمو نشوفوه ونعملو له تحليل ونشوفوه ناقص ولا لا ونصلحوه حسب درجة النقص وقاللا نجمو اذا كان واحد يعرف انسان روحو ما عندوش امراض امراض خلينا ما ناخدوش نسبة كبيرة متاع فيتامين دي امراض هي غاخ مش موجودة برشة ولكن الفيتامين دي نافع مش حتى في الهجاج العظام حتى في الاختخوز حتى في امراض اخرى عنده ياسر منافع هو يجي من امتصاص معناها الغيام بتاع الشمس عن طريق الجلدة وتتكون فيتامين دي في الجسم ولكن ونقاوه هذا حتى في الماكلة في الاسماك الدهنية ونقاوه في الاصفر متاع العظام ولكن ما نجموش ناكله برشة عظام و برشة سردينة و برشة سومون و برشة حاجات فيهم الفيتامين دي لك عليش ناخدوه سوفهم ونقاوه ماذا بينا الطبيب قاعدهم نكون حسنا ماذا بينا طبيب قاعدهم نكون حسنا ماذا بينا طبيب قاعدك ربي فار لك سعيدة جدا عايش كربي خليك دونكين بحدينا دكتور مهدي غنوشي طبيب مختص في امراض العظام والمفاصل والروماتيزم شو اخر وش تكون بحدينا دكتور هاي فشي بطبيب التجميل بش نحكيه على العناية بالجسم والوجه للعروس قبل الزواج عادكم بيكم الجميع اللي بش تعارسوه هيكم مصيف اوش نفرحو بيكم العمواجه مع بعضنا شو اخر ما تبدوش بعيد هنا رجعينا الو اي اف ام سبيسيال سانتي مع هجر الحنيشي خيال الامباكت اللي نجم يثيركي في سبع اداعات في نفس الوقت وبسوط واحد يعرفوا بيك ايه فام اوكسيجان نوز صبرة اما فام وزيسة وليس هيدا من الكل راديو وحدة وموجة وحدة يخليهم مئات الالاف من المستمعين في كامل الجمهورية يوصلهم منتوجك ويتعرفوا على مشروعك اذا عندك شركة ناشئة ولا شركة كبيرة وماذا بيك تظهر اكتر في السوق ولا عندك مشروع صغير ومازلتكي في بديد وتحب مبيعاتك تكبر وتزيد عليك براديو تيم اللي تحط على دمتك دي سبيسياليست في الدومان ينصحوك يواجهوك ولنجاح يوصلوك مع راديو تيم تمتعوا بان سيرفيس كل يوم ما فيه الكونسي استراتيجي غياليزاشن وبتبعت الحال الريزولداء مضمونة 100% اردنميزيذر كوميكاة كنتاكتي راديو تيم على راديو تيم اقوا تيم ايي فام سبيسيال صنتي مع هجر الحنيشي ارجعني لكم من جديد دم كاملما بعضنا من تاو حاتك شلال الارب عم ليعشي اجيز إحددينا دكتور هاي فشي بيطبيبة تجميل باش نحكيه وعلى كفيش نجم ونعتنيو بالوجه والجسم امتاع ناس يخطوه للناس اللي باشي عارس وعندت بهم على قريب وجاي السيف وجاي سخانة والافراح والمسارات والفزنة ديتهم والكل. مرحبا بيك دكتورة بحذينا. مرحبا يهجر ومرحبا يمسامعين ايا فهم الكل. معايش كانتك صحة اللي خليك دكتورة. جاني غالمون دكتورة وين مدأكد اللي انتي بشتابدى بها الجملة هذية. يبدأ قريب العرس تتفكر جامعة العرس ولا عشرة يم قبل العر نسي جاني غالمون. تحب تحسن كنا عندها مشاكل في وجهة عندها ديتاش عندها شوية حبوبة عندها شوية دجاعيد. تحب تتلهابهم. ووقتها تتفكر باش نمشي تتفقد الحاجات والمشاكل هذو. الدجاعيات نبدي ووقتيش يزمنا نتفقدوا المشاكل هذو. وشنو حاجات اللي نزمو نعملوهم ووقتيش يزمنا نعملوهم. جسمو هيجر احنا اليوم ما ما نحبوش نحكيه على اه نحبو نحكيه على تايمينج على بلانينج. ووقتيش تخمم في حاجة وقت يبدأ عندك م ماريه ولا ماما ولا البال ماما ولا فتور ماريه ولا عندك مناسبة ولا غيره. ووقتيش تخمم باش تعمل دي سوان. الار اه اللي بارش عباد توا مشارلا باللي غيزو سوسيو بالانترنت. العباد الكلة ولا يعرفوا اللي تكنيك. يعرفوا شنو يستحقوا. يعرفوا اللي بخودوية زادة اكس ترى. دونك هذلكول مش فنحكيه فيه هون ديتاي. مي باركاند خليح اللي يغلتو يه صرف تايمينج. معناها اه ينجمو يجيه وقبل بجماعتين ولا تلاثة ولا حتى شهر من اللي عندهم. ويقولوا كو يحبوا يعملوا دي سوان عندهم المشكلة الفلانية ولا الفلانية. اه هنا فما فما دي سوار كبار. خاطر فما بوكو دي سوان اللي هما يستحقوا بارشة وقت في طلب ووقت. دوك سي كالكو شوز ابلاني فيه او شهر قبل الجورجي. اي بي زادة فما دي بريكوسيان فما حاجات دي ذاكت ما يتعملوش مثلا في تقسي سخون. ما يتعملوش كالكو جوغ افا عرس ولا غيره. على خاطر ينجم يكون عندهم دي سويت. اه بعد اله بعد اللي ينجمو يبقاو شوية يقلقوها يقلقو عروسة نوتاما. حوري دقشير مثلا. توتفي. توتفي. دونك كنا نسميو باردخ كرنولوجيك الحاجات اللي تطلب اكثر وقت. او احنا قاربين. اه فما برشة مثلا يخمو اول حاجة في اللازاري پيلاتوار. اللازاري پيلاتوار ينجمي رتح بارشة بنيت و الانسي. كو سواء بلو كنفور. بلو كو تيديم تيح. وإلا ساعت وقت اللي يبدا فما اثيرابات في لزهرمون يبدا عندها بلوزيته اكسسيف في الوجه. وإلا عنده دي پوال انكارني. ساعت مالرزمان يجيو بنيت يبدا ساقيهم الكل هاحبوب. اي دي سيكاتخيس دي تاش يخليوهم كاريمن لزهاري پيلاتوار. وإلا فما ريت برشة اللي عندهم تحضيرía الكلام بكيست ، في لزهرم أكسل نحن سننسي. جيش بمشيء الوزيجور ينجمع لزهرمين. وانوا سيكون يحتاجم الغالبات لساعتها لاستقل. وانواه، يجب ان تشجل حتى الجراحن كاينفور. معنى ما ديش شهر و شهري نقبل العرس والاغيرو وتطلب للازاري بالاتوار سينان فما زيدا حاجة تخرينا كيف كيف يفتل بواقت فما بار شابنت عندهم دولا كنية وإلا دي سيكاتخيس دا كنية يبدأ حب شباب مشي على روحو مي الگارد حفر وإلا دي تاش دي سيكاتخيس دا كنية بيانسور هما الشرح لپرفكشن هار عرس هم حاجت هم بيال بو يسخيلو كحاجة فيسع فيسع كم بلا تخيتي بحق الماجيك راو سين بالكرح فمير پلزاري بلقى بقى عردي ورحو كلكو موا قبل عرس نعم له السبب و يسعد أصبع السوف دعم جديدة المختار مخطار الجوز الأسفر على أساسعه من المتجنزين يمتحون على شيئيين لأساسي المنزل في المدسين أستيتيك دي ما جو ركماند سوكتو الوحدة عروسة جنسيس على خطر نهر العرس ما يتعودش معناها ما لازمش نلعبو بي نحطو حاجة على وجهنا ما نعرفوش كيفش وجهنا الفاغية يجيغليها البومتاعنا الفاغية يجيغليها ننصحهم باش ما يعملوش حاجة تبدأ كي أغرسيف حاجة ما جربوهاش بخبابل ما قبل اي سوكتو يعملوها ادستانس ادستانس من جورجي باش اوكا او لا قدر لاجه مرعدة ت تيجيغليها بدكو مقاشة وليس شعبوها دواجة تتبقى بشكل دواجة كل編 يجيغليها نهارات بلا روحة تنجيغليها باردي تحف الكثير من الوحدة لكن يجيغليها عليها زمانة بشكل دواجة ميزذي يجيغليها بشكل دواجة يجيغليها چسين بجيغليها باستيتيكه لتحفر مناقصة يجيغليها باستيتيك لا احدى مرحة ستكتائك ميديكو. هذا يجب أن يتبقى دي دي سوان دي دغاتاتيان أو ألا دونة وياج ويه، لماذا لا تنجم تعمل في سنتر ديستيك متاحة مي كالكو جورة أفن. شو نجمو زيدون قولوا أكثر في الموضوع متاعنا اليوم؟. والا دونك احنا حبينا اليوم أنصو كونسانتخ على البلانينج على التايمينج دونك كيف ما قلت لك؟ يوجد بلوزور سوان اللي هوم لازم نبدأهم من بكري. يوجد دي سوان اللي نجمو نعملو مقبل بشوية من العرس. مي قبل كومي بمدد. مثلا فما بكو دو جون فيه اللي هوم بدأوا يعملو ده غيد دهكسرسيان راهو الغيد دهكسرسيان ما هومش فرسيما ليا للعمر ركاهاو. فما ده جون فيه اللي سي جينيتيك سي إردتير فما عائلات هكي كي يعملو دهكسور معانيها بكري في العمر. دونك ينجمو يعملو البوتوكس. پرقوة الطقسين بوطوليuma هي معروفة عند أكتريت العباد كلمة بطوكس. ولكن لنجمو نحب انتقولهم كلو فن بات ميدير. فلا ييزيس سي يعملو اعلاقل شهر ر قبل يد يشعر جابل لجوشي بش يبدأ اللي في تشايف يعني يبدأ اللي هل ده جمو زي ده يعملو دهكس ده كمبلمون مثلا نكمترا لعاندها ده بردوـولوم ، ده بامات، حشب بش تسلاح كل كشور لسيان نزوجينيان أو أغيرو يمكن أن يفعله ولكن كيف كيف شوية ديستانس من العرس معنى ها موش من ناجمون نعم لحد شاية قبل العرس مي ديما ديما ديستانس على خاطر أول حاجة لفت نيبا إميديا لا بلو باردك وثاني حاجة سيليسويت بعد إنجكشن ديما فما ريسك مش يبدأ فما آنماتوم أمتي بلو فما حمورية فما بلس لإنجكشن دانك ملازم شيبدا كلكو جو قبل العرس تخي سوفان معنى ها جو ديسوا ساعات عريس نقول لهم لي منش نعملك لك تعال خاطرك مازالك جمع عمالعرس دانك هذيك عليش نغولي انسيستي على البلانينك إلو تايميك ان ديبون نماندو انتي بيشت عرس فشتي ولا فالسيط خاتش نعمل نقول لك هاني مش نعرس فشتي ما فامي الشمس هذي اللي حكينا فيه حتى فشتي موش موش اكلكو جو مالعرس هاو قط لك لك لزنجكشن مثالان فم عريس بشعمل امتي بلو مي كيف 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 ما قلتنتي فما بارش عبدي عرس فسيف فما دي سوان عيبتي بيانسو فسيف لازر لبيلينغ لرادو فرقنس هذو ما سوصن دي سوان كونه عريس عالا خاتري لقدمتهم لكن بحثينا الدكتور هايفا الشابي طبيب التجميل مرسي الياسمين في الاعداد مرسي الامين في الاخراج مرسي لزملائنا في ايفام تي في كانت معكم هجر الحنيشي باي باي في لامنة اهلو ايفام سبيسيال سانتي مع هجر الحنيشي